بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة السادسة قضية تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة ونتناول الدرس الرابع فرص العمل المتاحة لذوي الإعاقة طبعا إن مجالات المهنة التي يستطيع أن يعمل بها ذوي الإعاقة واسعة ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها موهلاتهم وقدراتهم ونوع الإعاقة ودرجتها وسنتناول الآن أهم المجالات التي تستطيع أن يشتغل بها ذوي الإعاقة أول شيء التشغيل في سوق العمل المفتوح الهدف الرئيسي لتشغيل ذوي الإعاقة هو تأمين عمل مناسب يتفق وقدراتهم ومهاراتهم وموهلاتهم وخبراتهم ويساعدهم على كسب العيش الكريم وأيضا دمجهم في المجتمع ونستطيع أن نعرف سوق العمل المفتوح بأنه مجموعة من فرص الاستخدام التي يوفرها قانون العرض والطلب في ظل قانون العمل والاستخدام في سوق العمل المفتوح وتوفير الفرص وفق مقتضيات قانون العمل ويتطلب التشغيل في سوق العمل المفتوح أحيانا تعديل وتكييف الخدمات والوسائل ومتوفرة لغير ذوي الإعاقة حيث هناك لهم احتياجات خاصة للشخص ذوي الإعاقة يحتاج إلى تكييف في هذه الطرق أو الآلات أيضا لو تناولنا خصاص سوق العمل المفتوح نجد أن هناك عدد من هذه الخصاص أولها معرفة الخصاص الشخصية للعامل ذوي الإعاقة ومعرفة خصاص ومطلبات العمل الذي سيقوم به والتحقق من ملامة العامل للعمل الذي سيقوم به الآن ننتقل ونتحدث عن المشاغل المحمية طبعا هذا الاصطلاح المشاغل المحمية يشير بشكل عام إلى التشغيل الذي يقدم تحت الظروف وشروط خاصة إلى أشخاص يعانون من إعاقات متوسطة أو شديدة بحيث لا يستطيعون أن ينافسوا في السوق المفتوح وتركز المشاغل المحمية عادة على القضايا الاجتماعية وليس على القضايا الاقتصادية والمشاغل المحمية لها عدد من الأهداف من أهدافها توفير تشغيل مواقة انتقالي كالإعداد للعمل أو التدريب للعمل في سوق العمل التنافسي وأيضا توفير تشغيل طويل الأجل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الحصول على عمل والاحتفاظ به لو تكلمنا الآن عن العمل للحساب الخاص أو نسميها المشاريع الفردية الصغيرة هنا يقوم المعاقب بتأسيس مشروع خاص وإدارته على مسؤوليته وهذا النوع هو من أفضل أنواع الأعمال لذوي الإعاقة ويحدد بالأخص لمنهم في مناطق بعيدة على المدن وإن كان لديهم صعوبات في التنقل وهذه المسروعات قد تكون مدعومة من الدولة ولنجاح هذه المشاريع لا بد من توافر عدد من العوامل مثل وجود حس تجاري قدرة على إدارة المشروع لدى ذوي الإعاقة معرفة أساليب المال والتسويق توفير رأيس مال كافي توفير استعدادات ورغبة في هذا العمل ومعرفة السلع المطلوبة في سوق العمل لو انتقلنا الآن نتحدث عن محدات هذا النمط من التشغيل أنه لا يناسب جميع الإعاقات وخاصة طبعا الإعاقات الشديدة منها أنه يحتاج إلى رأيس مال مناسب وكافي وأيضا يحتاج إلى خضرة كافية في الأعمال التجارية نتحدث الآن عن العمل بالمنزل طبعا يتميز هذا النمط من التشغيل بالتخلص من مشكلة المواصلات من وإلى العمل لأن بعض ذوي الإعاقة يعانوا من مثلا إعاقة عقلية أو حركية لا يستطيعون التنقل إلى مراكز العمل البعيدة عن منازلهم وخاصة منهم يكون في الأرياث فبعض النساء مثلا لا تخرج للعمل بسبب عادات وتقاليد والعمل هنا يمكن أن يكون صناعيا أو حرفيا يحتاج إلى خدمة منظمة ومتكررة ومتابعة مستمرة من أجل نجاح هذه المشاريع لمساعدة ذوي الإعاقة على كسب العيش الكريم ولنجاح مثل هذا النمر لو انتقلنا الآن ونتكلم عن العمل في المشاريع العائلية هنا يتعلم ذوي الإعاقة حرفة أسرة ويتقنها وهذا النوع من التشغيل سائد في الدول النامية وفي بلادنا العربية حيث يساهم الفرد ذوي الإعاقة بالأعمال الانتاجية مثل الزراعة والصناعة وذلك تحت رعاية الأب ويستغل الطفل ذوي الإعاقة في الأعمال البسيطة فأما في المدن فيغلب على هذا المشاريع الطابع الحرفي والصناعي ويتم تدريب الشخص ذوي الإعاقة من قبل رب الأسرة الآن هذه لها بعض المميزات مميزات العمل في المشاريع العائلية يبقى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم بحاجة إلى عناية خاصة في جو عائلي يتلقون الخدمة أيضا بسهولة ويسر ويتم تكييف العمل تلقائين للناس بقدرات ومهارات ذوي الإعاقة وأيضا من مميزاته يحد من انقراض عدد من المهن والصناعات العائلية حتى لا تتلاشى هذه المهن لو انتقلنا الآن لنتكلم عن تعاونيات ذوي الإعاقة هي إنشاء مشروع معين أو مؤسسة ما يشترك بها عدد من ذوي الإعاقة طبعا هي مؤسسة موجهة نحو المساعدة الذاتية وتكون من أشخاص يعانون ضعف قدرات العمل لديهم وضعف حالتهم الاقتصادية وتمول هذه من قبل العاملين فيها كما يديرها الأعضاء العاملون أنفسهم وتوزع الأراءة أرباح حسب الدخل الوارد إلى المؤسسة من أهداف تعاونيات ذوي الإعاقة المساعدة المتبادلة والتطوير الاجتماعي أيضا الحرية الشخصية وأخيرا الاتصال والتدريب الفني والرعاية الاجتماعية